السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي أهل وسلم بكم مرة أخرى معي على قناتكم أستسمح للتأخير لخارج عن إراتي كنت شوية عيانة فما حطيتش فيديوهات أنا تصفحت بعض الكومنترات واجبرت بعض الأسئلة لبعض المتتبعين والمتتبعات يسولوني ويسولوني على بعض المواضيع فأنا سوف نجاوب كل واحد سوف نجاوبه وكل واحد سوف نجاوبه لحيدة وأنا أفضل نجاوب فيديو لأنه يتعمل فائدة حتى الناس الذين لم يحقوا يسولوا ذلك السؤال أو لا يستطيعوا يسولوا فهما يستفدوا ويستفدوا من الموضوع وتكونوا أنتما لهم السبب أنهم استفدوا إلى آخره اليوم جيتكم بواحد الموضوع ديال الوكالة أنا غنهضركم إلى الوكالة بإسبانيا كما قلتكم أخوتي أخواتي فأنا كنت أتكلمكم على الوكالة في إسبانيا بالخصوص بالمد مايوركا يعني جيت نحضركم نعم جيت نحضركم من هذه الوكالة لأن الوكالة كما كان عرفوا قلنا فهي نوعان يعني جوج الأنواع ديال الوكالة كين الخاصة كين العامة الخاصة قلت الوكالة هي أنك تتكلف وحد الشخص أنك أنت بعيد يعني أنت في إسبانيا وهو في المغرب وعندك شيء يعني كي يقضي لك شغارات في المغرب ولكن أنت ما تقدر تحضر كتكلف وحد الشخص آخر سواء من العائلة سواء صادق يعني كتكلف وأنه يقوم بوحد المهمة ما أو بجميع المهمات اللي بغيتها يقوم بها يعني كتكلف ويقوم لك بوحد المهمة ما كتحددها كتكون هذي وكالة خاصة والوكالة الخاصة كيكون عند المدة ديالة كتحدد المدة ديالة يعني ما كنش من الخوف يعني كتفوت هذه المدة صافي ما كيبقاش إنسان يعني ما كتبقوش كتبطل ذلك الوكالة وما كتبقاش مكلفه أما بالنسبة الوكالة الشاملة أو العامة فهنا خصنا نحضي وراسنا الوكالة العامة هي أنك تكلف أحد الشخص أنه يقوم لك بجميع المهمات أنه حاضر يعني كيقوم لك بكل شيء كأن ذلك الشياء ذا اللي تكلف به أنه دياله يعني يعني تكلفه مثلا على على يقوم مسائل إدارية على حسب شي دار أو لشي حاجة كتقول لي لك الدار دياله وهو بحل هي دياله وبحل هو مل ملك وبحل هو اللي غيقدر يتصرف ذاك الشيكي فيما حب ويقدر يلعب ضدك يعني لك إنسان شرير يقدر يلعب ضدك ويقدر يدي لك قاع الأملاك ديالك ويعني وما تحصل على تشي حاجة لأن هذه وكالة عامة هذا ノ الوكالة مك تكون الوكالة الإدارية بإسبانيا الوكالة الإدارية بإسبانيا حاداري فين غاية تمشي وديوها يعني إلا درتوا الوكالة الإداري يعني بشؤول إداري يعني اللي كتهم الشؤول إدارية يعني شي حد عتوكله في المغرب بأنه يقوم لك مثلا شي حد مثلا غداعي معاه وبالنسبة للحضور بالمحكامة إلى آخره غتكلف أنت شي حد أنه يحضر لك في المحكامة وأنه يتكلف بالشي محامي وأنه يتبع المصدرات كاملة إدارية يعني في هذه الحالة هذه كتكون هالنوع من الوكالة يعني كتكون إدارية يعني لادرتها مثلا عنده وحد في إسبانيا كنظر لك أنت في إسبانيا وبغي تدون هذه الوكالة لأنها هي وحدة وثيقة كتتعمرها يعني كتتعمرها يعني وكتوكل فيها هذا الشخص كتقول اسم ديالو إلى آخره فهي لمشيتي عن النطير لمشيتي عن النطير كيتسمى هذه الوكالة يعني لحسب حال هي عامة يعني لم حددتش فيها نوع الآمال نوع الشيء اللي هو يقوم لك به يعني خلصك تحدد إذا لم حددتش كتبليه في حالة عامة يعني ما كتكون عامة فحاداري أنك لمشيتي عند النطير فهي كتبلي كتكون خطيرة يعني كتكون في حال الوكالة عامة أما لمشيتي عند القنصلية خلصك تدونها عند القنصلية إذا دونتها عند القنصلية فهي صالة المدة الصلاحية ديالها تلت شهور يعني وخا هي يعني ما محددش معاه يعني إنتا غتقوم لي بهذه المهمة ما يعني غادي تمشي غا تحضر لي مثلا نهار الفلاني للمحكامة يعني إنتا حضر غير المحكامة صافي حددت له يعني لما حددت له كتبلي عامة فخطيرة هذه العامة إلا ما كانتش يعني باش ما تبقاش خطيرة ويكون عند مدة محدودة خاصك تدونها أو تكتبها عند القنصلية إلا دونتها عند شي نطير كتبلي خطيرة يعني كتبلي في حال يدرتي وكالة عامة بالمغرب يعني أو إلا كنتي انتا في اسبانيا ومشيتي عند واحد النطاريو كنقولوا إحنا النطاريو النطير يعني والعدول إلا مشيتي عنده في اسبانيا ودونت فيها هذه الوكلة حيث كيتحط في اندرتيها في انكتبتيها وكتحط طاريخ وكل شي إلا دونت نطير كتبلي خطيرة كتبلي في حال عامة لأن لما حددتي يعني dolls يعني الشي اللي غايقوم به ذك الشخص اللي العمل اللي غايقوم به ذك الشخص اللي مكله في المغريب يعني لما حددتي شي شنو هي فهي كتبلي خطيرة كتبلي كتبلي فحل المفتوحة يعني كتبلي في حل وكالة عامة أو شاملة يعني ذلك السيد يعني أي حاجة يقدر يقوم بها يقول لي ذلك شيء في حل دياله يعني الخصوص لا كانت شيء حاجة الملكية ملك يدار إلى آخره فصافي لو وكلتي وكان إنسان شرير يقدر يعني صافي يقول لي هو ملشغل بسبب ذلك الوكالة الأما اللي درتها لي أما إذا كنت ما حددتش في الوكالة ودرتها عند القنصلية فهي عند القنصلية الوكالة اللي هي كتخص الشؤول الإدارية فهي كتكون كتكون وكالة عندها مدة زمنية اللي هي تلت شهور فقط ولو أنك ما تحددش فيها شنو نوع العمل اللي غيقوموا به يعني إذا مشيت عند القنصلية بإسبانيا كتبتي ذلك الوكالة كتبت عند القنصلية لا خوفا عليك يعني وخا ما تحددش النوع ديال العمل اللي يقوم به ذاك الإنسان اللي انتوكلته أو اللي يكلفته أنه يقوم بوحد المهمة يعني لما حددتها شيء ودرت ذاك الوكالة في القنصلية يعني كنقلوه وكالة يعني في شؤول إدارية يعني محاكيم شيء محامي يقوم لك بشيء شيء مهمة إدارية يعني فهذه المهمة الإدارية فهي إلى هذه الوكالة التي عملت في القنصلية فالمدة ديالات لتشهور وخا تكون محددش يعني نوع الآمل أو نوع الخدمة اللي يقوم لك بها الإنسان اللي هو كلفته بالنسبة إلى درتي الوكالة عند النوطير وانت باسبانيا ومشيتي عند النوطاريو فهذه تحسب بحل المشيتي درتها في المغرب عند العدول فأنت لو لم تحدد أي لما حددت ليش النوع العمل اللي يقوم لك به الآخر اللي في المغرب إنسان اللي كلفته إذا ما حددتيش نوع لما تحددش مثلا أنا بغيت هات سيدة أنا يمشي لي لا مثلا يخلص لي الضو يبقى يخلص لي الضو يخلص لي الماء يمشي يحضر لي المحكامات يشوف لي شيء محامي كتحدد نوع الوكالة اللي عمل اللي يقوم لك به هات الإنسان إذن لمشي تعد نطير وما حددت شيء نوع العمل اللي عقوم لك به ذاك الإنسان اللي في المغرب أو اللي اللي توكله فالمدة ديالة لما حددت شيء فهي المدة ديالة كتسمى في حل الوكالة عامة شاملة ما عندها شهادة يعني عبقى لأبي كما بغاك الخصوص لا عندك شيء ملكيارة غادي تبلي دياله هكب هات طريقة خاطيرة خاطيرة الوكالة الشاملة إذا كنت في اسبانيا ومشي تكتب الوكالة ديالك عن شيء نوطير اللي يقولون النوطاريو اللي هو العدول هنا في اسبانيا فهذه الوكالة لما حددت فيها نوع العمل اللي عقوم به لك الإنسان اللي مكل فكتبلي في حل الشاملة بالمغرب يعني كتكون خاطيرة محددت نوع العمل اللي عقوم به أما إلا كنت غدونها أو تكتبها في القنصلية ولو لم تحدد وخما تحدد شيء من العمل اللي عقوم به ذلك الإنسان اللي في المغرب فهي عند مدة صلاحية لتشهر إذا خوتي هذا هو الفيديو اليوم وكنتمنى أن يكون فانتكم هذا الفيديو اليوم وأستسمح للناس لهم يدخلوا يسولوني أسئلة لشي مواضيع لأن في الزواج طلاق إلى أخيري أنا موعدهم سأدير لهم وحد الفيديو ونجاوب كل واحد على حدة وأستسمح للتأخير هنا بعض الأخوات رأنا حطيت لهم النمرة رأي دخلوا على الكومنطير نيت نجاوب على الكومنطير ونجعل لكم النمرة الواصاب الواصاب فاللي بغاية يتوصل معايا فالواصاب رأنا نحط النمرة فمرحبا بالجميع إذن أعزائي إلى هنا أنهي هذا الفيديو إلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله